كامتن تامر المصري تلت هزام وتعادل ويمكن في بعض المشاكل الإدارية هل ده ممكن يكون أثر بشكل سلبي على أداة اللعيبة في آخر أربع مباريات؟ أكيد طبعاً أكيد المشاكل الإدارية أكيد بتأثر على اللعيبة بشكل كبير جداً وبتأخذ من تركيزهم في التركيز في المباريات وخصوصاً أن أنت لو بصت لنادي المصري على مدار المطشاط اللي لعبها ممكن لو بصنا للأسبوع السابع يعني هو بلاعب فرقه هو ده آخر مكسب لنادي المصري من الأسبوع السابع قعد يعني لغاية الأسبوع التلتاشر عشان يكسب الأهلي صحيح فقعد يعني مباريات كبيرة جداً يمكن أكتر من ست سبع مباريات عشان يوصل لمكسب والنهار ده برضه بيكرر نفس القصة فأنا شايف أن الدائرة يعني لازم يبقى فيها وقفة بشكل كبير جداً معين الشعباني مع اللعيبة لأن أعتقد أن أنت يعني مع التعادلات والهزائم بتصدر مشكلة كبيرة جداً لأن أنت يعني اسمه كان النادي المصري اللي أنت يعني للناس وجماعير تعودت عليه في الفترة السابقة يعني النهاردة النادي المصري بقاله على مدار السنين اللي فاتت يمكن أكتر من خمس سنوات أو ست سنوات بيشارك في الكمفدرالية بقاله الاسم بتاعه والشكل اللي أعتقد أنه حتى الإدارة يعني بتطمع في اللعيبة مع الجماعير أنه خلاص يعني المصري تحط في حتة مميزة فأنا شايف أن الوضع ده اللعيبة لازم تحافظ عليه وخصوصاً أنت النهاردة في برسة يعني اللعيبة كل واحد بيسوق نفسه يعني النهاردة حتى لو أنت عايز تمشي من هذا المصري في الفترة الحالية لازم يعني تدوس على نفسك الفترة القادمة لازم بقاليك أداء بشكل مميز ترجمة نانسي قنقر